اشتركوا في القناة نبدأ بالرياضية طيب كما لا يخفى على الجميع في الرياضية كل أسبوع عدنا ثلاثة دروس أول درس سيكون في الأسبوع المقبل هو الجدول ذو المدخلين الدرس الثاني تعيين مواقع في الفضاء والدرس الثالث مقارنة الأعداد من صفر إلى تسعة وعشرون بالإضافة إلى درس الألعاب الرياضية نبدأ بالدرس الأول الدرس الأول الجدول ذو المدخلين هذا درس بسيط جدا ما يخلقش العنوان العنوان يخلق لكن ما هواله طيب أول حاجة نبدأ بالحساب الذهني الأستاذ يدير للتلاميذ في بداية الدرس حساب ذهني عن طريق الألواح يقولهم أكتبوا العدد كذا خمسة زي ثلاثة كم ما هو العدد الذي يأتي بعد الستة إلى غير ذلك ذهنيا وهما يكتبوا في الألواح رانا درنا فيديو حول طريقة المارتينار فيديو يراف القناة طيب تمنى الأول أكتشف الغاية من هذا الدرس أنه التلميذ يعرف يقرأ جدول يستيب الجدول قدامه يعرف فيقراه طيب يسترجع المكتسبات السابقة السنة أولى اللي هي المرصوفة تقاطع عمود مع سطر هذا سطر تقع الشمس وهذا أعميدة كل سطر مع من يتقاطع فالمكان تقاطعه هو المكان اللي نديره فيه هذه قراءة الجدول إذن تساعدوا في قراءة الجدول دون مدخالين تقاطع المرصوفة اللي درناها سنة ماضية طيب التمنى الأول أكتشف أكمل ملء الجدول الأحوال الجوية هما هنا رمضة عطاوك المعطيات هذا المعطيات يوظفها ويديرها في الجدول عندك الأيام وعندك هنا يخير إذن السبت كيف سيكون الجو في السبت مشمس مغيم ممطر ولا مغيم وصاحين نص نص هما رمضة لكتنى السبت مغيم إذن وره مغيم هاو السطر تقع مغيم هذا السطر تقع مغيم وهذا العمودة الشمس إذن مغيم تقعطع مع السبت هنا إذن ندر علامة فيه هنا طيب بره ما لكونه مغيم كذلك هنا الثلاثاء هاو السطر تقع مغيم نروحوا للثلاثاء الثلاثاء تقعطع مع مغيم هنا إذن هنا كذلك ندر علامة فيه لأنه الثلاثاء كذلك مغيمة هذا ما كان الشمس مشمس ووري الأيام لتكون مشمسة عندك الاثنين وعندك الجمعة هاو سطر مشمس الجمعة داروها نزيدوا الاثنين هاو العامود اثنين الاثنين الاثنين همزة قطع فكرت بعض التعليقات يقول لك الاثنين لا الاثنين إذا قصدنا به اليوم همزة قطع وإذا قصدنا به شيئان همزة وصل طيب الاثنين هاو العامود والسطر مشمس هاو إذن هنا طيب ممطر مش من الأيام تكون ممطرة الأحد والأربعة هاو ممطر الأحد داروها نزيده الأربعة هاو العاموتة الأربعة يتقاطع مع ممطر هنا إذن أشياء بسيطة أشياء بسيطة يتعلم التلميذ يقرأ الجدول الشكل الثاني هنا اللون الأحمر وهنا الأزرق وهنا الأصفر معنا جميع الأشكال اللي هنا ندروها أحمر 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 هنا الأزرق أزرق 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 وهنا أصفر طيب هل هذا اللونهم لا هذا كما قولو احنا العناوين تالجدول من لونهمش ضع إشارة في الخانة المناسبة أين أضع المقص؟ المقص أضعوه في المقلامة الكتاب أو الكراس أضعوه في المحفظ دي العلامة فيهن الحذى أضعوه في الحقيبة هذه الحقيبة القلم أين أضعوه في المقلامة إذن علامة فيهن إذن المثلث بالأحمر إذن نرسم مثلث بالأحمر لون تصل سوداسي برتقالي والمستقيل بالأخضر اختار اللون تعلش شكل من أشياء بسيطة جدا الدرس الثاني تعيين مواقع في الفضاء هذا الدرس سهل جدا يتعلم التلميذ يستعمل الألفاظ شيء الألفاظ أمامه خلفه يمين عن يمين عن يسار فوق تحت هذه العبارات حساب الذهني كما قلنا قبل الدرس أكمل كل البطاقات بالكلمات المستعملة يجلس راشيد راشيد وراه يجلس راشيد يجلس خلف حنين راشيد يجلس أمام عصام راشيد يجلس عن يسار هذا التلميذ لا تذكرين اسمه إلى غير ذلك يجلس راشيد بالنسبة للحنين خلفها أي وراءها راشيد وراء حنين رائد وراء رائد رائد يجلس أمام كريم أمامه في وجهه كما نقوله يجلس عصام يجلس عصام وراء عصام 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 يجلس وراء راشيد وراه ما قال لكش راشيد قال لك سعاد طيب عصام يجلس عن يسار سعاد طيب خديجة أين هي خديجة خديجة تجلس عن يسار إيمان وتجلس عن يمين سعاد عن يمين سعاد دمين الثاني لون بالبني المتسابق الذي وراء المتسابق الأحمر وراء الأحمر هذا لونه بالبني لون بالبرتقال المتسابق المتأخر تاليقا لونه بالبرتقال لون بالأصفر المتسابق المتقدم لونه باللول رجبها في اللول ولراها الفائز تلونه بالأصفر إذن يحدد مكان شيء مكان هذا هو تعيين وتحديد مكان شيء ويراجي هذا الشيء أحد الجواب الصحيح المتسابق الأحمر أمام المتسابق الأصفر لا خطأ المتسابق الأحمر بين المتسابق البني والمتسابق الأصفر نعم هذا صحيح الدرس الثالث اللي هو مقارنة وهذا هو أهم درس أهم درس في الأسبوع المقبل في الرياضيات مقارنة الأعدد من صفر إلى تسعوشري طيب يقول لك مقارنة شا معناه معناه ترتيب يتعلم يرتب الأعدد ومعناه أكبر وأصغر أيهما أكبر وأيهما أصغر ومعناه الحصر يتعلم يحصر عدد بين عددين إذن المقارنة تدخل فيها ثلاث أشياء الترتيب والحصر وأكبر وأصغر الحساب الذهني كما قلنا إذن هنا في الحساب الذهني لابد أن الأستريد اللي لهم حساب ذهني يتماشى مع الدرس أكتب العدد الذي هو أكبر من خمسة وأصغر من عشرة على سبيل المثال أكتب العدد الذي هو أصغر من عشرة وأكبر من خمسة إلى غير ذلك الحساب الذهني لابد أن يتماشى مع الدرس قال أمين عدد حبات الفرولة في الصحن الأصفر أصغر من عددها في الصحر الرمادي معنى هنا العدد لابد يكون أصغر من هذا نحسب الرمادي يشعل فيه 1 زوج 3 456 والأصفر هناكية ثمانية هناكية ستة إذن أمين أخطأ قال رائد عدد حبات الفرولة في الصحن الأصفر أكبر من عددها في الصحن الرمادي من هو ما على صواب رائد لأنه عد حبات الفراولة في الأصفر أكبر من الرمادي هنا ثمانية وهنا ستة ثمانية أكبر من ستة الرمز أكبر الرمز أكبر مثله كشغ الحوتة وفام الحوتة يأكل إذن أكبر يأكل منه اكتب عدد حبات الفراولة في كل صح نقارن بينهما بأكبر وأصغر ثماني ثاني أكمل بالعدد الذي يسبق أو بالعدد الذي يليه العدد المراهل اللي قبله ثلاثة عشر شكل كبير عليها ندير الرمز أكبر إذن نديره أربعة عشر أكبر من ثلاثة عشر ثمانية أصغر من ما هو عدد أكبر من ثمانية تسعة تسعة أكبر من ثمانية ثلاثة عشرون أربعة وعشرون أكبر من ثلاثة وعشرون سبعة عشر أكبر من لابد نديره عدد أصغر منها ستة عشر واحد وعشرون أكبر من شاور عدد لي أقل من 21 28 أكبر من 7 لأنه 7 أقل من 8 قارن بأحد الرمزين 13 أكبر من 7 إذن الرمز يكون هكذا 19 أكبر من 18 14 أصغر إذن ينقلب الرمز 10 أصغر الرمز يكون منه 6 و 8 8 أكبر من 6 9 أكبر من 4 13 أكبر 8 أصغر من 11 إذن هدوهم ثلاث دروس طيب بالنسبة للدرس الألعاب الرياضيتية مدام أنه درنا درس درنا درس تعيين موقع في الفضاء لعبة اللعبة اللي داروها أغلب الأساتذة اللي رمت قدمين اللعبة اللي تتماشى مع هذا الدرس دارو لعبة إيجاد داخل إذن في حصة الألعاب الرياضيتية هذا الأسبوع راح نديرو لعبة إيجاد الداخل تحب تديرها جماعية تحب تديرها فردية أستاذ يطبع مثل هذا الورقة أو لأي لعبة أخرى فيها نفس المهمة اللي هي البحث وإيجاد عن شيء مخالف لهذا شوف الميظلة اللي رأي هناك كامل كيف كيف كينا ميظلة وحدة مش كما هما اللي هي هذه يا يدها ملونة يدها ملونة بينما الأيد الأخرى شفافة إذن يبحث عن شكل مخالف للأشكال تحديد شيء مخالف للأشياء هذا هو يسموها إيجاد الداخل إذن هذا الشكل داخل على الأشكال الأخرى نفس الشيء الثانية هذه جميع الأشكال رأي كيف كيف ما عدا الشكل واحد طيب هذا وهذا كيف كيف هذا وهذا وهذا كيف كيف كين ثلاثة كيف كيف طيب شكل داخل ما وش كما هما طيب قلنا يشرح اللعبة والتلميذ يبحث عن الشكل الداخل الذي ليس مثل الأشكال الموجودة هذه اللعبة اللي تتماشى مع تحديد موقع في الفضاء ولا أي أستاذ حرموش ملزم أنه يدير هذا اللعبة لعب ليش تمرتبها طيب الآن نمروا للمواد الأخرى نمروا لللغة العربية طيب نمروا لللغة العربية اللغة العربية نبقاوا في نفس المقطع نبقاوا في نفس المقطع لكن الوحدة الثانية المقطع اللي هي الحياة المدرسية أسبوع الفارض دلنا اليوم نعوده إلى المدرسة الأسبوع هذا نديره في ساحة المدرسة الوحدة الثانية وكل وحدة عندها النص المنطقة ها وحدها باش نتفهمه الحياة المدرسية الوحدة الثانية نص المنطق هذا المرة بعنوان موعد استراحة نص المنطق قبل أن يحل وقت الاستراحة بقليل قال المعلم للتلاميذ بعد قليل سيدق جرس المدرسة معلمنا وقت الاستراحة أخرجوا بهدوء ونظام حافظوا على سلامتكم وسلامة زملائكم تجنبوا التدافع والألعاب العنيفة ولا تتسببوا في إطلاف الغرس والورود ألا ترون أنها تزين الساحة بألوان مختلفة منها الأحمر والأصفر والبنفسج حافظوا على نظافة الساحة أرموا المخلفات في سلة المهملات لأن الساحة فضاء للعب والاستراحة ينبغي أن يكون نظيفا وآمنا قال الأطفال شكرا سيدي ساحة مدرستنا نظيفة ومريحة ولابد من المحافظة عليها هذا هو النص المنطق لقرأها الأستاذ للتلاميذ بعد ذلك أسئلة وأجوبة حول النص المنطق بعدها مباشرة نمر للتعبير شفائي تعبير شفائي ملاحظة مهمة كثير من الأستاذة لم يغلطوا يديروا التراكيب والسياغ في التعبير شفائي لا التعبير شفائي مناقشة حول النص المنطق وأسئلة حول النص المنطق والتعبير حول الصور هذه هذا هو التعبير شفائي ما كاش تراكيب والسياغ والأساليب في التعبير شفائي وقلعتها الوزارة دروها في الإنتج شفائي طيب بعدها تراكيب والسياغ والأساليب اللي راح تكون هذا الأسبوع المقبل عدنا الآن كلمة الآن في جملة الألوان حمراء صفراء بنفسجية في جملة وكلمة يا في جملة وعدنا ضمائر مخاطب اللي هي أنت أنت أنتما أنتم هذا السياغ والتراكيب والأساليب يديرها في الإنتج شفاوي التلميذي يديرها في جمل من عنده في الإنتج شفاوي الإنتج شفاوي كذلك التلميذي يعبر عن الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة ويربط بيناتهم بفقرة وجملة النص المنطق النص للقراءة اللي نقرأها الأسبوع المقبل في ساحة المدرسة في ساحة المدرسة يقرأها كامل في القراءة إتقان وقراءة الحرف الأول يقصبه إلى جزئين نصر الحرف الأول ونصر الحرف الثاني طيب الحروف اللي نكتشفوها الأسبوع المقبل عدنا حرف التاء وحرف الطاء تقدر تقلبهم ما تقدر تدير الطاء الأول وتاء الثاني كما تحب تاء والطاء قراءة وكتابة والإملاء كذلك التاء والطاء إبا هذه هي اللغة العربية واش نديره الأسبوع المقبل بالنسبة لتربية إسلامية تربية إسلامية عدنا درس فضل العلم فضل العلم التلميذي عبر عن الصورة الأولى هذه صورة الثانية صورة الثالثة يتكلم الأستاذ للتلميذ عن فضل العلم فضل العلماء فضل الأستاذ فضل المعلم أن النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخر يكون بالعلم وبالتعلم وبطلب العلم يذكرهم بالآيات قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة ويذكرهم بقول النبي صلى الله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أسعى في طلب العلم لأن العلم نور وسعادة تلميذ يكتب الحديث هذا ويكتب هذه وممكن نديره شيء من الأشياء يلونه حول فضل العلم شيء من هذا الأشياء يلونه في الكراس طيب إذن هذه اللغة العربية والتربية الإسلامية طيب بالنسبة بالنسبة التربية الفنية دلنا خامات الرسم والتلمين الأسبوع الماضي الأسبوع هذا المقبل عادنا الجملة الموسيقية والمقطع الثاني من النشيد الوطني الجملة الموسيقية والمقطع الثاني من النشيد الوطني طيب المذكرات الجملة الموسيقية الجملة الموسيقية والمقطع الثاني من النشيد الوطني يميز بين الأصوات المختلفة من البيئة الطبيعية بتعرف على خصائص الصوت وتصنيف الآلات الموسيقية هذا في الجملة الموسيقية والمقطع الثاني من النشد الوطني بايد الجملة الموسيقية تندرج تحت التذوق الموسيقي والاستماع والمقطع الثاني من النشد الوطني يندرج تحت الأنشود التربوية تقريبا هذه دور الأسبوع المقبل لعنده سؤال استفساري خليه لي في التعليقات بارك الله لي ولكم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله